في جزء السابق ركزنا اهتماما على مفهوم الديدكتيك ولاحظنا أن معنى المفهوم يرتبط بمفاهيم المادة الدراسية والنقل الديدكتيكي لتخونس بوزيسيون ديدكتيك لهذا سنواجه اهتمامنا في هذا العرض نحو هذين المفهومين وما يجب الإشارة إليه دائما هو أن معاني المفاهيم البيداغوجية تظل جزئية ومؤقتة لأن كل مفهومين بيداغوجي يتأسس على مفاهيم أخرى ويستعب في معنى معاني المفاهيم الأخرى لذلك لا يمكن بنا معنى أي مفهوم دفعة واحدة بل يجب انتظار بحث وإدراك معاني المفاهيم الأخرى لهذا لا يمكن تبين المعاني الواضحة والتامة إلا بعد الانتهاء من بيان لائحة المفاهيم الأساسية في التقافة البيداغوجية سنهتم في بداية هذا العرض بمفهوم المادة الدراسية وهي التي يتم التعبير عنها في اللغات اللاتينية بعبارة ديسيبلين سكولا كانت عبارة ديسيبلين تعني طوال قرون عديدة معنا سلبيا يفيد السلطة العقابية والأخلاقية التي تمارس على الفرد حتى ينضبط إلى القواعد والإجراءات الجاربها العمل لكن المعنى البيداغوجي لعبارة ديسيبلين كمادة دراسية سيبدأ في المنتصف الثاني للقرن الثامن عشر حيث بدأت الحقول المعرفية في الإزدهار وبدأت النظم المدرسية الحديثة في التبلور الشيء الذي جعل معنى عبارة ديسيبلين يقترب من التخصصات أو الشعب وأقصاد التعليم ومواده الدراسية وعلى الرغم من ارتباط معنى عبارة ديسيبلين بالمادة الدراسية إلا أن الوظيفة التطوعية أو الضبطية ظلت حاضرة بشكل غير مباشر لكن مع التخفيف من طبعها الأخلاقي لتصبح وظيفة عقلية وتفكيرية فالمواد الدراسية كانت غايتها تنمية ثقافة الفرد ورسيده المعرفي وتنمية ملكاته العقلية وطرق استخدامه للعقل بشكل عام يمكن أن نقول إن البيداغوجيا المعاصرة تنظر إلى المادة الدراسية على أنها مجموعة مهام وأنشطة أكثر مما هي محتويات ومضامين جاهزة يقول لوي دينو في مقال له في مجلة كاية بيداغوجيك نميرو 24-28 نوفمبر من 941 تحت عنوان من المادة الدراسية إلى تكوين الفرد حيث يقول فتكوين شخص ما داخل مادة مدرسية معينة يعني أساسا اكتسابه مجموعة من المفاهيم والعمليات الدهنية التي تسمح له بممارسة عمليات وأفعال معرفية وسوسيونفعالية أو حسية حركية تنتمي كلها لمجال تلك المادة المدرسة أي تكون جزءا من الموضوعات والوضعيات التي نعالجها فيها في علاقتها بالأنشطة التي نمارسها فيها والأهداف التي نروم تحقيقها داخلها انتهى كلام لوي دينو ما يمكن استخلاصه من هذا النص القسير للوي دينو هو أن المادة الدراسية هي بداية مجموعة من محتويات تعلم أو مجموعة أدوات فكرية ومعرفية وأنشطة ومهارات الغاية منها تنمية فهم المتعلم لداته ولمحيطه وتكون قابلة للنقل تبعا لشروط ووسائل ومناهج معينة وتكون أيضا قابلة للتقويم على هذا الأساس تكون المادة الدراسية هي تعبير عن حقل أو مجال عام من النشاط والإنتاج الفكر الأكاديمي أو مجال النشاط الاجتماعي فمادة الرياضيات تعبر عن حقل الرياضيات كعلم أكاديمي والتربية الإسلامية تعبر عن حقل الفكر الإسلامي بكل علومه وفرعه والتربية الفنية هي بدورها مادة تعبر عن مجال النشاط المنتج للقيام الجمالية غير أن المادة الدراسية لا تنقل الحقل المعرف الأكاديمي أو حقل النشاط الإنتاج للقيام كما هي لأن ذلك يتجاوز قدرات المتعلمين لأن ذلك الحق له مناهجه المركبة وأصوله وقواعده التي لا يسقنها إلا المتخصصون والمهنيون في المجال لذلك فالمادة الدراسية ترتبط بشكل جوهري بعملية النقل الديدكتيكي فلا يمكن نظر إلى المادة الدراسية إلا في علاقتها بمعطيات النقل الديدكتيكي التي نحددها في خمسة عناصر العنصر الأول الحقل الإبسيمولوجي العالم الذي تمثله المادة العنصر الثاني شخصية المتعلم وملكاته وقدراته العنصر الثالث وهو التنظيم البيداجوجي للتعلم والشروط والسياق الذي يتم في هذا التعلم والعنصر الرابع وهو الديدكتيك وإجراءات النقل الديدكتيكي والعنصر الخامس وهو المقرارات المدرسية لذلك سننتقل في المستوى الثاني من هذا العرض إلى توضيح المفهوم الثاني وهو النقل الديدكتيكي على أساس أن نعود إلى جمع تعريف دقيق وشامل لمفهوم المادة الدراسية في نهاية هذا العرض يمكن القول بداية أن عمليات التعليم أو التدريس أو التكوين هي أولا عمليات نقل ديدكتيكي ولا تقوم المدرسة إلا بوظيفة أساسية وهي النقل أي عمليات تمرير قيم معرفية وسلوكية وثقافية وأخلاقية من حقل المعارف العالمة وحقل الخبرات المصادقة عليها أو حقل الوعي الجمعي إلى فهمي ووعي وإدراكي المتعلمين أو المتقوينين ويجب علينا أن نأخذ في هذا المستوى الأول عبارة على أنها تفيد معنى واحد وهو التمرير والنقل لكن المعنى البيداجوجي لعملية النقل الديدكتيكي يحدده كل من وخصوة في كتابهما في صفحة 39 يحددان بعض المعطيات التي تعتبر منطلقات أساسية لعملية النقل الديدكتيكي المنطلق الأول وهو تحديد مضامين معرفية في صيغة مقررات بروغرام مواجهة للتدريس المعطاء الثاني أو المنطلق الثاني تكيف هذه المقررات ومحتوياتها المعرفية وأنشطتها مع حاجات التلاميذ وتجاربهم وملاكاتهم المنطلق الثالث تنظيم وتصفية المضامين حسب أهداف وملأمتها مع وضعيات تعليمية لها شروطها ووسائلها وغلفها الزمني المنطلق الرابع تحديد أنشطة مدرس داخل هذه الوضعيات مع تحديد أنشطة المتعلم داخل نفس الوضعيات وتوجيه والتحكم في عمليات التعلم التي يقوم بها المتعلم عبر هذه الأنشطة المنطلق الخامس تحديد وسائل وترائق العمل التي توظف في التعليم والتعلم فالنقل الديدكتيكي يشمل مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المدرس وتدخل في ثلاثة مستويات أساسية المستوى الأول وهو تخطيط وضعيات التعلم المستوى الثاني تدبير وتنشيط وضعيات التعلم المستوى الثالث تقويم ودعم أنشطة التعلم فإذا كان نشاط المدرس هو نشاط ديدكتيكي في الأساس فإن هذه المهام الديدكتيكية يمكن أن نضع لها عنوانا عاما وهو النقل الديدكتيكي بمعنى أن المدرس هو ناقل أو وسيط ديدكتيكي تمر عبره العلاقة بين ثلاثة عناصر العنصر الأول الحقل الإبسيمولوجي أو العلمي أو المعرفي أو الأكاديمي الذي تمثله المادة والعنصر الثاني وهو المقرر الدراسي للمادة والعنصر الثالث وهو المتعلم بما هو متلقي فاعل لهذا البرنامج التعليمي لكن ما هي الأسس التي يقوم عليها النقل الديدكتيكي حسب شوفالاغ؟ يمكن تحديدها في أربع مهام كبرى أو أربع أسس أساسية أولا كل نقل ديدكتيكي مطالب بأن يفكك المعرفة أو المضامين التي يود نقلها إلى شبكة من المفاهيم والأفكار أو المقولات أو السلوكات والأفعال وإعادة تنظيمها بشكل منطقي يراعي الانتقال والتدرج مما هو خاص إلى ما هو عام ومما هو ملموس إلى ما هو مجرد ثانيا تنظيم هذه المادة حسب أهداف تعليمية تحددها السلطات التربوية المختصة وتمثل إرادة المشروع السياسي والمجتمعي كما يشمل هذا التنظيم الذي يتخذ عادة شكل مناهج أو برامج تعليمية حاجات وقدرات وخصائص تعلم في مرحلة عمرية أو سيرورة نمو بكل أنواعه ومستويته وعليه أن يرعي أيضا المعطى الزمني والسياق الموضوعي لشروط التعلم ثالثا كل نقل ديدكتيكي هو فصل لمضامين التعلم عن سياقها التاريخي أو سياق إنتاجها وأيضا فصلها عن الدات التي أنتجتها فتدريس الرياضيات مثلا في الأسلاك التعليمية لا يأخذ بعين الاعتبار أسماء العلماء الذين وضعوا القواعد والمبادئ الرياضية ولا حتى المعطيات الزمنية والتاريخية لتبلور المفاهيم الرياضية فغالبا ما يتعلم التلميذ معطيات الرياضيات ويمارسها دون معرفة من هذا الطرف الذي أنتج هذا المفهوم ولا الظروف التي تم بلورة المفهوم في إطارها إلا في حالة قليلة جدا حينما يقدم مفهوم مرتبط باسم صاحبه مثلا مبرهنة فيتاغوغاس رابعا حينما يتم تنظيم مضامين التعلم منطقيا وديدكتيكيا ويتم عزلها عن الأشخاص والسياق التاريخي تصبح تلك المضامين التعليمية منتوجا في ملكية المؤسسة المدرسية أو المنهج أو البرنامج الدراسي كمنتوج أو خدمة عمومية موضوع ترهن إشارة قطاع واسع من الزبنة أو المتعلمين فالنقل الديدكتيكي بهذا المعنى هو أقرب إلى استراتيجية دمقراطة التعلم أو تعميم الحق في التعلم والاكتساب حتى لا تظل المعرفة والمهارات والخبرات حكرا على نخبة أو فئة عالمة أو متخصصة أو حرفية لأن التعليم غاية تأهيل قطاع واسع من المجتمع ليدخل عالم الكفاءة المعرفية والسلوكية ننتقل الآن إلى المفهوم الثالث ويرتبط أيضا بالمدى الدراسية وبالنقل الديدكتيكي على حد سواء هو مفهوم الأنشطة التعليمية التعلمية لزاكتف دابخونتساج إي دانسان يومو ويمكن أن نقول بداية أن النشاط هو مفهوم مركزي من بين المفاهيم الأساسية للبيداجوجية الحديثة والمعاصرة التي تقدم نفسها على أنها مقاربات نشطة ومعنى ذلك أن حلول مفهوم الأنشطة أو النشاط في قلب الخطاب البيداجوجي يؤشر على تحول في فهم العملية التعليمية على أنها عملية تعلمية بمعنى الانتقال من تلقين الجاهز إلى بناء التعلم والاكتساب ثم يؤشر من جهة تانية على إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين في الوضعية التعليمية التعلمية بشكل جديد ينزع عن المعلم ملكية واحتكار المعرفة والعلم ويخرج المتعلم من السلبية والتلقي السلبي والعلاقة العمودية أي علاقة عالم بجاهل معلم بمتعلم إلى علاقة أفقية قائمة على المساوات والشراكة والتفاعل الإيجابي في بناء التعلم لكن ما هو النشاط أو الأنشطة؟ هنا يجب الإشارة إلى أن مصطلح النشاط يقترب في معناه من معنى مصطلح المهمة أو المهم يمكن القول بعمة أن الأنشطة هي بدرجة أولى قد تكون مهام يقوم بها المتعلم أو المعلم في خضم الوضعية التعليمية التعلمية وتتخذ هذه المهام صيغة تعليمات كونسين صريحة إما في صيغة أوامر أو توجيهات أو تمارين ويمكن أن تكون هذه المهام أيضا أو هذه الأنشطة مجموعة السلوكات والأفعال والإجراءات التي يتوجب القيام بها في إطار وضعية تعليمية تعلمية سواء من طرف المدرس أو المتعلم أو هما معا من أجل بناء التعلم ويمكن أن تتخذ هذه الأنشطة عدة مستويات متداخلة فيما بينها وهي المستوى المعرفي الدهني كأن يتذكر المتعلم أو أن يحلل المتعلم أو أن يتخين أو أن يبرهن إلى غير ذلك من الأنشطة المستوى الحسي الحركي بحيث يطلب من المتعلم مثلا أن يلاحظ أو أن يصنف أو أن يرسم أو أن يقطع أو أن يجري أو أن يكتب أو أن يلوين المستوى الوجداني العاطفي حيث يطلب من المتعلم أو يتوخى من المتعلم أن يدرك أهمية المحافظة على البيئة أن يتبنى موقفاً إيجابياً من هويته الوطنية المستوى التواصل الاجتماعي كأن يتوخى من المتعلم أن يتبنى سلوكات التعاون والتضامن والتواصل السلمي مع قرانه في جامعة القسم مثلا أو في وضعيات إجتماعية أخرى ويميز لوي دينو بين صنفين من الأنشطة حسب مستوعين المستوى الأول وهو أنشطة التعلم وتستضمن صنفين الصنف الأول وهو الأنشطة الصريحة التي يطلب من المتعلم قيام بها على شكل تعليمات واضحة يتم تصريح بها قبل أو أثناء الإنخراط في الوضعية التعلمية الصنف الثاني وهو الأنشطة المضمرة أو الغير مباشرة التي يتوجب على المتعلم قيام بها في وضعية تعلمية دون الحاجة إلى تصريح بها لأنها تصبح موضوع تعاقد ديدكتيكي أو منطقي مثلا لا يحتاج المدرس أن يقول للتلاميذ بشكل صريح المطلوب منكم قراءة النص قراءة متماعين وفاهمة يكفي فقط أن يطلب المتدرس منهم فتح الكتاب المدرسي الصفحة 30 مثلا لأن هذه الأنشطة أصبحت مضمرة بفعل العدى والتعاقد وفي الرياضية مثلا لا يطلب المدرس من التلاميذ تحليل عناصر المعادلة قبل البرهنة عليها يكفي فقط أن يطلب منهم البرهنة ليكون المتعلم في مستوى تنظيم عمله والوعي بالمهام الجزئية المضمرة التي تطلبها المهمة المستوى الثاني لأنشطة وهو الأنشطة الديدكتيكية للتعلم والتعليم وتتضمن صينفين الصينف الأول وهو أنشطة الأستاذ أي مجموعة الإجراءات والتدخلات التي يجب على المدرس القيام بها وهي تدخل في التخطيط والتدبير الديدكتيكيين للوضعيات التعلمية وعلى الأستاذ أن يقوم بجرد وتنظيم لمجموعة الأنشطة التي يجب عليه القيام بها الصينف الثاني وهو أنشطة المتعلم أي مجموعة التدخلات والمهام التي يجب على المتعلم إنجازها في وضعية تعليمية تعلمية معينة وعلى الأستاذ أن يكون واعيا بشكل مسبق بهذه الأنشطة من حيث أهدافها ومعايير تحققها وشروط تحققها وكيفية وسياغ تحققها إجمالا يمكن القول كخلاص عمل هذا العرض إن المادة الدراسية هي مجموعة مضامين التعلم سواء كانت معرفية نظرية أو خبرات ومهارات عملية وسلوكية يتم تنظيمها وفق إجراءة النقل الديدكتيكي في سياغ مقررات مدرسية تراعي تبسيط المعرفة وتكيفها مع حاجات وأهداف المجتمع والمتعلمين ومع قدراتهم مع مراعاة قوانين النمو والتعلم وتستضمن المادة الدراسية أيضا الأنشطة التعليمية التعلمية التي يتوخى المتعلم قيام بها أو اكتسابها في إطار وضعية نشطة للتعلم نسمى أن يكون هذا العرض قد استطاع الإجابة على بعض تساؤلاتك نلتقي في العرض القادم مع بحث مفاهيم المقرر الدراسي الكتاب المدرسي والمنهاج الدراسي إلى ذلك الحين نشكركم على انتباهكم وإلى اللقاء